السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن ضمن الأشياء الجميلة الموجودة في الجانجو هي الفورم سيتس أو الإنلاين فورم سيتس تقدر تعمل أكثر من أوردر في نفس الوقت طيب هذا الشي شلون نقدر نعمل أولاً احنا نجي على شنو نجي على مثلاً إذا كان شخص يريد يعمل أوردر فبال URL احنا عدنا شنو هذا create تمام والcreate من جاي أصنعه فان يقدر أشخص أحمد ولا علي صح له لا؟ من جينا نعمل create بالأوردر أقدر الشخص هو نفس الكوستمر من يجي يريد يعمل create أحدده رأساً مثلاً يا أما أسامة يا أما علي مثلاً يعني علي من أدخل مفروض ما أعمل بدل أسامة أوردر لازم أعمل أوردر إليا يعني شفتوا هذا الشي بالcreate بالcreate من أجي هنا مثلاً أقول create لاحظوا what happened so this one create خلي نشوف هنا كوالي سنتين إياه refresh أوكي هنا أنا جاي أحدد طيب لو علي أجي مثلاً هو يريد يحدد كيف فمفروض يظهر لي علي أو أسامة على سبيل مثال كأوردر هنا أقدر أضيف ل id هذا الشي نعرفه تمام رح أبقي القديم تضي id وأيضا رح أبقيها create يعني ما رح أغير بها أي شيء بس لكن هنا الفنكشن مالتا الكريايت تغير يعني لازم أرجع لل view وأبحث عن create هذا كله copy and control slash أو command slash رح يعمل لك يا أوم كومنت ما رح أتلعب بهذا حتى يبقي موجود عدكم وأجي هنا أنا شا أقول له أنت تحتاج أيضا إلى pk إضافة إلى ذلك أنه الـ customer لازم تعمله search على أساس الـ id مالتا مش أقول له مثل هذا أقدر أخذه هنا أقول له رح تعمل لك متغير اسمه customer اللي هو مفروض يدخل في الموديل اللي هو اسمه customer objects get على أساس الـ id اللي رح أنتك هي علي أو أسامة حلو؟ بعد ذلك هتجي تعمل لي forum الـ request مالتاك هذا البقية الأشياء نفسها رح تبقى ما رح نغير بها أي شيء حلو؟ بس لكن هنا عدنا مشكلة بالـ customer أو dashboard نفسها هنا عدنا create صح؟ فإذا عدنا هنا قلنا create هنا بالcreate customer بالcreate لازم أضيف لشنو الـ customer id اللي هو وديجي لمن الـ order بسناه لازم يقول customer id where is it I don't think هنا موجودة هو خلي شوف كم create عدنا this one create هذا order هنا هو customer customer هم 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 أجل الـ customer نفسه ضمن الـ Context احنا جاين نرسله الفوروم and this one عفوا الـ Customer ID احنا جاين نرسله أصلاً أصلاً أورادي تمام هنا المن للـ Customer .html فهنا دا يوصلنا Customer لاحظ Customer .name Customer .email وهكذا يقدر الـ Customer نفسه يعمل لـ Order شوف هنا Update and Create it and نقدر نضيفه وين هنا Full name هذا كله أقدر أقول لـ Copy أجي هنا أعمل لـ Pest وأمسح كل هذولا ما أحتاجهم لأننا أحتاج دف واحدة بس عنده هنا أنا أجي أضع A tag وهذا الصورة وأكتب هنا مثلاً Create order وبالـ href شو راح أقول له هذا ما أحتاجه أجي أقول له هنا أنا أقواس مجموعة بداخلها النسب مئوية وأنتي لـ URL وين يروح وين يروح Customer وما عاش آآ آآ سوري مو Customer وينما يروح للـ Create صح؟ ومحملاً بالـ ID مدى لـ بما أنه يقدر يوصل للنـ name والـ email فيقدر أيضاً يوصل للـ ID هذة الصورة حسناً وكذلك هذة هذة فهذه كخطوة وأيضاً أحتاج بالـ View نفسه أجي أنا دي على الـ ul.. from django.forms import inline form set factory هذا عني لاحتاج then اجي على الكريت احنا شا قوله عند اجي بالكوستمر ايضا احتاج لل order عني نقول forum set يساوي inline format factory بين قوسين منو هنا احتاج الى شنو احتاج الى اسماء models يعني احتاج الى model اللي هو customer اللي راح يجي يعمل order فهذا احتاج الى order وايضا اقدر اذكر الفيلدس الحقول اللي لازم تجيه يعني مثلا اقدر قوله هنا فيلدس اللي هي مثلا تكون الحقول اللي هي البوك و حق لل status مثلا جميل بهذه الشكل بهذه الصورة نايس بعد ذلك اجي هنا اجيش اقول اقول customer ثم هذا هنا احتاج اقول forum اعملي متغير اسمه form set يساوي order format set order form set هذا نفس اللي راح يجلب لي البوك والstatus وايضا يدخل الموديل customer والorder فهذا عاني جدا احتاجه هذا الشكل انت فمن تعمل create على يا اساس تعمل create على اساس ال customer مثلا علي يريد يعمل create وسامي يعمل create كيف يعرف هذا الشي عن طريق ال instance تذكرون نجل نعمل instance بس هالمرة نعمل instance لل customer لان اريد اعرف ال customer منه هو اللي جا يريد يعمل هذا ال order حلو؟ بعد ذلك اجي اعمل request and yes ما عندي شي نانا بس احتاج شنو اروح لي الفورم اللي جداني صانعا اللي هو my order forum تذكرونه my order forum احنا رح اعمل تغيير بدل ما اقول له forum رح اقول له forum set بعض الصورة and submit و token كل شي تمام هنا نايس وعلى فكرة تقدر هذا ال forum set تعمل له for loop يعني شلون؟ يعني اذا مثلا اجيت قلت له هنا هذا خلي اغضلين هذا القالب احتاجه احنا قلنا logic يسرب هذا النوع من القوارب اقول له for اعمل له for مثلا item in forum set حلو وراه وراه اجي اقول له اطبع لي ال item على سبيل المثال اطبع لي ال items في داخل الحقول عن كل item بعدها يكون مثلا and br tag حتى واحد يصير اسفل الثاني بس بهذا الشكل ثم احنا ش نحتاج بال create order خلي اعمل المراجعة سريعة هنا انا اوكي and forum set عنده customer اذا كان post احنا هذا حذفناها ف هالحان رح يكون هذا هذا ايضا رح اعمل لكم مياه comment حتى لا اهذفها احنا يكون forum set هالمرة يساوي order اللي ايجاني لان هاي بعد ما يجي من المستخدم على شكل post الorder اللي ايجاني ايجاني على شكل شنو request.post صح لازم اتأكد انه هو مثل ما عملت هنا بالorder forum اقول لا بالorder form set انه الorder يجيني على شكل post وايضا يكون انستانس من customer لازم اعرف يا customer يريد يعمل هذا الorder حلو بلاس بما نواند اتعمل مع forum set فبهالحالة الكونتكست multi اوبس الكونتكست مالتي رح يكون شنو forum set صح فاجا يقول اهنا forum set فورم set انا اعرسل forum set المن فورم set المن لي التمبلت صح انا فورم set فاذا لازم هنا ايضا من اجي ارسله بالكونتكست لازم يكون مفروض forum set ثم هنا ما تصور عدنا فد متعلق اذا قلنا لا اعيق الشيء هذا نجي نطبع الفورم هنا نقول لا forum set dot management dot management نصور باشكالي كتب management forum نايس سيب اه خلونا نشوف refresh اوكي اظهر عدنا ارار اه اه هنا عدنا مشكلة بال view يا line 65 65 اوكي اه اوكي اه اه تحت الفورم لازم يكون بالضبط تحت الفورم set اوكي اه مسافات شوية مزعجة تكون نايس عدنا هنا مشكلة يقولك no argument comment اه هنا بالداشبورد عدنا شنو عدنا create نتلاحظون هذا هذا لازم عمل control slash حتى يصير comment اوكي let's set ليش لانو هذا الكريايت اللي هنا راح يؤثر ما عنده id زيان ف خليجو هنا على محمد او علي عيسى خلنا على عيسى هنا زيان خلونا نجرب نقوله create order oops بلو نجرب على الوردر اللي هو MyOrderForum احنا عملنا هنا فور لكن وين الغلق مالت الفور احنا ما غلقنا الفور صح؟ اذا هنا نحتاج ونقول لي End for تمام؟ انظر انظر لاحظ ظهر لك بهاي المعلومات كاملة Excellent بس لكن هم عدنا مشكلة هنا لين جاهد يظهر لي 2 Book 2 Book 2 Delivery Delivery شو جيد حلو كلهم مرة واحدة تقوم بتعمل Delete او تقوم بتعمل Update بس هو مفروض مو Update لازم يكون Create انا تقوم بتعمل اكثر من Order على فكرة اذا نجي على View نفسها هنا نعد نقدر Create ونستخدم هنا Order Form Set اللي عملناها Object and Customer Order Fields انطينا عليها ثم هنا نجيب ال Customer بس مشكلة لازم نعمل Query Multi Zero يعني نقدر هنا شو نقولها نقدر نقول Query 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 Underscore Set Query Set dot or maybe لاش من قولها equal order order dot objects dot none اللي هو function order order objects none للإنستانس customer خلينا نجي نشوفين انا نعمل refresh and ممكن كاتبين Query Set غلط yes نتصور ما بهم ما بها underscore نعمل refresh that's it لاحظ بظهر لك بظهر لك Book 1 مثلا Pending Book 1 Pending Book 1 and Pending Submit and forum is not defined هنا بال Query طلع عليها لأن حلو حلو لأنه هنا نحن مستخدمين بعدنا forum لازم يتحول الى forum set forum set تمام back نعمل submit that's it صار عندك أكثر من كتاب يعني هذا كلها تم لون نعمل delete are you sure yes delete are you sure yes delete are you sure yes لحظ عندي ثلاثة ثلاثة فقط فإذا أجي على علي فهو عنده كتابين بس إذا قلت لك create order فخلي نجي انضيف له مثلا كتاب 1 كتاب 1 كتاب 1 كتاب 1 book 1 ha 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 submit nice لاحظ صار عندك ثلاثة ومن تجي العادي لاحظ بظلا ما كان عنده ثنين صار عنده ثلاث كتب excellent يعني تقدر تعمل أكثر من order في نفس الوقت على فكرة تقدر تزيد هذول أكثر يعني ممكن هنا بال field بعد ال status فارز عندك شي اسمه extra extra أحدد مثلا تقدر تقول ثمانية مثلا أقول ثمانية فمن أجي هنونا أعمل refresh لاحظ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية فأقدر أعمل اثمان orderات في نفس الوقت هذا وين يفيدنا؟ يعني يفيدنا في معاضيع لما نجي نتعامل مثلا يعني إذا نريد نعمل multiple orders أو مو حتى فقط بال order يعني ممكن تستفاد من عنده بكثير من أمور أوكي فهذا هو ال inline forum sets نوقف إلى هنا أنا نكمل إياكم إنشارة بدرس القادم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر